على رغم من الحزم والقرارات التي أصدرها مؤخراً رئيس الوزراء عدل عبد المهدي والتي وصفت بالإصلاحية بعد الاحتجاجات التي تطالب بالإصلاح وإنهاء المحاصصة والفساد لا تزال مفوضية الانتخابات تخضع للمحاصصة وسيطرت الأحزاب السياسية تغيير وضع واستراتيجية عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو ما يعول عليه الآن الشعب العراقي المجيء بإدارة فاعلة جداً وجديدة حقيقةً ممكن أن يغير الإدارة الحالية أو يبقي عليها ويجري عملية الصلاح للإدارة الانتخابية تسييس مفوضية الانتخابات وتعيين الأحزاب لأعضائها وممثلها لإدارة مكاتب المفوضية إجراء يخالف الدستور الذي ينص على استقلالية العاملين في المفوضية كما يعزز مخاوف الشارع العراقية من التلاعب بنتائج الانتخابات مفوضية أو سواها من الجهات الموجودة أما هي بين تريد أن تحافظ على مصالحها وامتيازتها وبين تتصرف بشكل الإجراء الذي كما قلت لك حسب السقوف الزمانية التي لديها والتي تتصرف بموجبها وكأن شيئاً لم يكن يبدو أن الكتل والأحزاب السياسية مصرة على منهج المحاصصة للهيمنة على مؤسسات ومفاصل الدولة المهمة لضمان الحفاظ على مكاسبها في رأس الدوليم قناة الفلوجة بغداد